موسيقى اشتركوا في حياتك في اربع خطوات اربع خطوات لو مشيت عليهم باذن الله هتبرمج حياتك جدا للنجاح الي انت عايزه او الهدف الي انت كتبه في حياتك في حاجات كتير جدا في حياتنا بتأثر فينا وبيتبرمجنا واحنا مش حاسين بدا ومش وعيين بدا بنبدأ برمجة من وحنا اطفال صغيرين الاب والام بيبرمجون على الخير او الشر اللي الكتب حلال او الكتب حرام اعمل خير عشان تدخل الجنة ايبعد عن الشر عشان تبعد عن النار ده كل حيات القيم احنا اتربين عليها وبرمجة اتربين عليها من وحنا صغيرين بعد كده يبرمجنا المدرسة ويبرمجنا اصحابنا علشان تغير برمجتك بتحتاج لوقت كبير عشان كده حضرتك لو عندك مشاكل في حياتك او عايز تتغير خد وقتك جدا بس النهاردة هقولك على اربع خطوات دوما تستعمل باذن الله هيساعدوك جدا انك تغير حياتك الخطوة رقم واحد بتقول انت بتتكلم عن نفسك ازاي انت بتتكلم عن نفسك يا pasó هل انت من النوع اللي هنا بتجي تتكلم عن نفسك تقول مشكلة اني انسان ضعيف ومشكلة ان انا عندي قدرات محدودة ومشكلة اني معايش فلوس وبمجرد اني الناس ما بتحبانيش فمجرد تبدأ تتكلم عن نفسك كتير بطريقة سلبية وتبدأ تذكر عيوبك كتير اللي بيحصل ان عيوبك بتزيد تخيل معايا دلوقتي لو قلت لك وانت قاعد ابدأ وولي نفسك انا الان مشكلة اني الان الان هتلاقي نفسك بعد فترة وانت بتقولها حتى لو كنت بتقولها وانت مش حس بها وبتقولها بهزار بعد كده تحس بها وتحس انك بدأت فعلا تقلق ده اللي احنا بنعملوه طول ما انا بقول لنفسي انا انسان قلو طول ما بقول لنفسي انا شخص عصبي 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 العصبية بتبقى صعب جدا اكتبت عني عشان كده دايما نتكلم عن نفسك بطريقة ايجابية اول خطوة في برمجة حياتك انك تتكلم عن نفسك بطريقة ايجابية وزي ما انا عارفين الحلقة بتاعتنا اسمها برمج نفسك في اربع خطوات الخطوة رقم واحد فتكلم عن نفسي بطريقة ايجابية جدا طيب في بعض الناس تبدأ تقول لتب انا عندي مشكلة يعني عندي مشكلة لقدراتي فعلا محدودة او ثقة بنفسي وليلة فهل معنى كده ان نتكلم عن نفسي وبطريقة حلوة ما انا مش هصدق نفسي احنا رقم واحد انت لو ما عندكش ثقة بالنفس بس بدأت تتكلم كتيرين ما عندكش ثقة بالنفس اللي هيحصل ان عدم الثقة ده هيزيد جواك فهتبقى انسان معنوش ثقة بالنفس خالص جدا وهتدخل في مراحل متدهورة اكتر انما الافضل انك تعمل ايه انك تتكلم على انك عندك ثقة بالنفس انك تبدأ تشوف ناس عندها ثقة بالنفس وتبدأ تقلدهم وهم مش شغلين وده هنتكلم عليه في الحلقة جاية بإذن الله اسمها الاوتوجينيك بس النهاردة على اقل ابدأ بكلمتك خلي كلمتك عن نفسك دايما كلمات ايجابية كلمات محفزة جرب ابدأ من النهاردة كده جرب انك تتكلم عن نفسك بطريقة مختلفة لو انت من نوع الناس اللي بيتكلم كتير عن اهدافه واحلامه بيجي في النص يبدأ يقول بس مشكلة اني فقير او مشكلة اني ما عنديش ان التموحي قليل الاولية سقفل التموحي قرف اني هبقليك سقفل التموحك ومش هتحق اول ونبع الناس اللي قال ايه اذا دعوته ونفعه بالفردوس الاعلى اطلب اعلى حاجة فانت كمان في احلامك وفي طموحاتك وفي طفاتك بنفسك اطلب اعلى حاجة وابدأ شغل جسمك عليها وكأنك تمتلك الحاجة دي فعندنا في اربع خطوات لبرمجة حياتك رقم واحد اكتب هدفك وهندخل على رقم اتنين خطوة رقم اتنين اسمها حياتك في خلفياتك خلفية الموبايل اللي في ايد حضرتك يا طرى حاطت عليها اين النغمة اللي بتسمعاها يا طرى هي اين يعني لو حضرتك نغمة الموبايل بتاعك حمالة لال دايما مضموع دموع يعbike انه حاجبك ستتتعيش في الدموع اطول فترة ممكنة كمان لو حاطت خلفية الخلفية دي مكتوب عليها عاجة Tropية خلفية الموبايل بتاعك خلفية اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك اي حاجة بتشوفها عينيك بتأثر فيك لو حرارك حط صورة عندك في البيت في القودة بتاعتك او في المكان اللي بتنام فيه وعينك بتشوفها كتير جدا حتى لو انت مش ويعي بذا عقلك اللواع بيبدأ يلقط السور دي ومتأثر بيها جدا عشان كده خلي بالك من الحاجات اللي حواليك خلفياتك اللي حواليك خلي بالك منها جدا جدا غير الخلفية بتاعت الموبايل بتاعك حط حاجة انت مؤمن بيها هدف عايز تيوصله غير الخلفية بتاعت اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر حط حاجة انت برضو عايز تيوصلها او حاجة انت حققتها وده بيانفع جدا للناس اللي عايزة تخس لو حضرتك التخين وعايز تخس هات صورة ليك قديمة السورة دي كان جسمك كويس فيها وحطها خلفية على الموبايل او على اللابتوب بتاعك يبدأ عقلك اللواعي يشتغل عليها كمان من خلفيات او الحاجات اللي حوالينا مهمة جدا موضوع الاغاني انت بتسمع اغاني ايه؟ لو حضرتك من النوع اللي بيحب نوعات الاغاني زي مصطفى كامل واغاني حزينة قوي اعرف ان حياتك هتعيش على نفس المنوعات لو بتسمع اغاني شعبية صديق خان صديقه بيعرف انك اقرب ليه الخيانة انك تخون او تتخان لو حضرتك من نوع الناس اللي بيسمع اغاني رومانسية يعرف ان انت من النوع اللي هيجزب الحب بسهولة قوي ولو انت من النوع اللي بيسمع اغاني ستم كلسوم وفيروز يعرف انك انسان هتعيش في روانه وافكارك هتبقى صفية ولو انت بتسمع القرآن كريم طبعا ده اعلى تردد وافضل حاجة ممكن حضرتك تسمعها انما ابعد عن الاغاني السلبية ابعد عن المسلسلات السلبية البرامج السلبية كل حاجة بتبعتلك افكار سلبية يعرف انها بتأثر في حياتك وبتوقفك في مكانك عشان كده الخطوة رقم اثنين بتقول حياتك في خلفيتك غير خلفية الموبايل بتاعك وغير خلفية اللابتوب ابدأ زبط حياتك من اول وجديد خصوصا واهمة حاجة في حياتك الحاجات اللي ودنك بتسمعها كتير سواء اغاني او الحاجات اللي معانيك بتشوفها كتير مسلسلات وافلام اول حاجات اللي بتعيش فيها هتكون جزء من حياتك والروح للنقطة التانية او انا مالي نوعا طيب خلص ترعش لا 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 خلص ما هي خلصنا التاني ان اخر في التارتة سواء انا انت خدت روو شوفت كميرا اه اه انا الحاجة دي بالزاد في حاجات كتير جدا في عارفوا ايه اقول ايه واسيب ايه يعني ايه اهم من ايه انت خواهم قصدي؟ عش طيب سنت ايه مخدص الناس بالقرآ ديني قول الحاجات الدينية بسمع حياته ديني هو اي حاجة روح طانية بسمع الناس بالنسبة طيب هلو نقولها الحاجت ديني ماشي اه احنا كنا بنختم يقولين؟ وخصوصا ايه؟ وخصوصا اهم حاجة في حياتك اه وخصوصا اهم حاجة في حياتك هي الاغاني اللي بتسمعها او حضرك لو مسلم تقدر تسمع قرآن الكريم ومسيح تقدر تسمع ترتيلات للانجيل المهم انك تقدر تسمع حاجات بتسعيدك تقدر تسمع اغاني فيها طاقة وفيها تحفيز زي حمزة نامرة وبعض المتربين زي ماهر زين اللي يقدروا يديك طاقة ايجابية ابعد عن الاغاني السلبية والاغاني اللي بتزرع جواك افكار سلبية وعلى قد ما تقدر تخلي طاقة جسمك دايما بتتجه للحاجة والاجابية وتبعد عن الحاجة السلبية وهنروح دلوقتي للخطوة رقم 3 خطوة رقم 3 هي انت مصاحب مين؟ اصحابك هم عنوانك يعني لو مصاحب الناس متفقلة جدا يعرف ان هم هينقلولك طاقة ايجابية ولو مصاحب الناس متشأمة جدا يعرف ان هم هينقلولك طاقة سلبية علشان كده راجع حياتك ورجع اصحابك اصحابك هم عنوانك يعني لو انت مش عارف انت انسان ناجح انسان متفائل او متشائم عايز يوصل لحاجة مش عايز ابدأ راجع حياتك وأقولها أصحابك لو أصحابك من نوعية الناس اللي عندها هدف قوي اعرف إنك زيهم حتى لو لسه ما حددتش هدفك لو أصحابك بيحبوا ينموا على الناس كتير اعرف إنك زيهم علشان كده في بعض الناس تبدأ تقول لي طبعا أصحابي سلبين جدا هل أقطعهم وأعرف ناس جديدة اللي بيحصل إنك ما ينفعش تقطعهم علشان لو قطعتهم احنا مش عايزين نعالج حاجة سلبية بحاجة سلبية أكتر انت كل اللي هتعمله هتبدأ تتعامل معاهم أقل شوية وتصاحب ناس جديدة من الناس الجديدة اللي هصحبها الناس عندها نفس هدفي أو ناس حققت أهدفها يعني أنا لو عايز أكون صحفي أنا أقدر أصاحب صحفيين فهبدأ أوصل لهدفي بسرعة أكتر أو أصاحب ناس عندها نفس الهدف نما يكونوا صحفيين فبالتالي إحنا اللي دين بنفكر بنفس الطاقة فنوصل لهدفنا بسرعة أكتر من النهاردة من دلوقت حالا ابدأ راجع حياتك مين أصحابك وابدأ شوف مين هتبقى عليه قوي ومين من أصحابك عايز تبعد عنه حتى ولو لفترة بسيطة عشان ترجع تعيد حياتك من الأول وخلي بالك أن كل حاجة حواليك بتأثر فيك وخصوصا أصحابك وندخل على المرحلة الرابعة خطوة رقم 4 أو المرحلة الرابعة اكتب هدفك كم واحد فينا محدد هدفه قوي بس مش كتبه على ورق أو ألم كم مرة كتبت هدف ليك زمان وتحقق كم مرة كتبت مواصفات شريك حياتك وجذبت شريك حياتك اللي انت عايزه بالزبط الناس اللي بتحط أفكار بس أو بتحط هدفها في دماغها بس هي دي الناس اللي ممكن تجذب بالنسبة ما بتعديش عشرة في المية الناس اللي بتكتب الهدف دول اللي بيعدوا وممكن يوصلوا لحد خمسين في المية ولو كتبت هدفك بشعور وحسيس هتوصلوا بالنسبة أعلى وفيه بعض الناس مش بس بيكتب هدفه ده كمان بيعيش هدفه فلو عايز مثلا يشتغل في بنك هو بيكتب انه شغال في بنك معين وينزل يزور البنك ويصاحب ناس في قلب البنك ولو عايز شريك حياة بيكتب مواصفات شريك حياته أنا لاي يا صديق مش بس كتب مواصفات شريك حياته رسم كمان مواصفات شريك حياته رسمها صورة قدامه وبعد كده لقاها وجذبها لي واما متجوزين دلوقتي معاهم فريدة ربنا يخليها وبنتكلم برضو عليه في حلقات جذب شريك الحياة فاكتب هدفك انت عايز ايه بالظبط من الناس اللي كانت محددة اهدافها جدا وهي عارفة عايزة ايه بالظبط هي الممثلة الشابة شادة جودت كتبت عندها في البيت هي عايزة ايه أنا مش هحكي لكم هنسيب شادة تتكلم عن تجربة بتاعتها عن كتابة الاهداف وازاي وصلت لاهدافها ونرجع تاني نختصر الاربع خطوات علشان بإذن لا تكون حطيت رجلك على اول الطريق ورجع لكم تاني وشوفكم تاني على نهاية زيوك انا شابة جودت انا مصدقة جدا في قانون الجذب علشان بحصلي فعلا في حياتي زمان وانا صغيرة كنت بحب السانيمة وكنت بحب التلباجن كنت بحضة تفرب كتير كنت بحضة امثل الافلام والمسلسلات بعد ما تخلص انا الواحد في البيت واجيب المخدات واجيب العرائز ولا عبيبو ومن كتر ما انا مصدقة ده روحت على الحيطة وحفرت ان انا النجمة شادة جودت طبعا في البيت هزاروا وضحقوا وإيه اللي انت بتقوليه ده ومش عارف ايه وتمان تمان وخلص وجاء علي اليهم اللي شوفت فيه اسمي على التتر مكتوب شادة جودت والحد دلوقتي انا سيضام حفور في البيت علشان ان شاء الله هيكتب النجمة شادة جودت فيه من الايام عايزكوا كلكم تصدقوا جدا حلمنا تصدقوا كل حاجة انتو بتحبوها امشوا ورا الحلم اكتبوا اكتبوا في اي حاجة اكتبوا في ورقة تقدر على طول قدامك اكتبوا على الحيطة انقوشوا حتى على المكتب بتاعك بس دايما خليك شايف حلمك قدامك ما تخليوش يضيع منك علشان تقدر ان شاء الله فيه من الايام تمصل اكيد فيه سؤال لوقتي في ذهنك هو ابدأ ازاي السؤال ده مهم جدا 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 اللي اهم من ابدأ ازاي انك تحط الفكرة جواك وانك فعلا تبدأ لو عايز تبدأ فعلا سدقني اتقدر تغير كل العالم ده بمجرد ما تحط فكرة صغيرة جواك هي عايز اتغير او عايز اوصل للاحسن او عايز حياتي تبقى افضل او عايز حق حلمي بمجرد ما تبدأ تغير الكلمات السلبية اللي في حياتك وتقول من النهاردة انا انسان ناجح سدقني الفكرة تنجذب ليك وهتغير العالم وفي حكمة بتقول اذا اردت ان تغير العالم فلتبدأ بنفسك وانعايزك من النهاردة تبدأ بنفسك واشوفك في حلقة جديدة باذن الله من برنامج بوابة اشوفكم على خير حمزة كري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة